يظل يوسف شهين واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية وتظل أعماله شهدة على مجموعة من المحطات الفارقة في السينما المصرية في 27 يوليو عام 2008 رحل عن عالمنا يوسف شهين الذي يعد المخرج الوحيد الذي أرخ لسيرته في سلسلة من أفلامه ترجمة نانسي قنقر ختم نشرتنا إلى عنوينها